موسيقى السلام المسيح تحية عراقية وكل عام وأنتم بألف خير بتعملنا هاليوم راح نتكلم عن شخصيات الميلاد اللي كانت بوقت ميلاد الرب يسوع المسيح هاليوم راح نتأمل بيوسف يوسف صديق الملاعكة معنى اسم يوسف الله المعطي أو الله المانح هو يعتبر خطيب مريم ومربي سيد المسيح نتعلم بعض العلامات للأبوة من يوسف بيتكلم انه هو يوسف الغيور والمستقيم من نقرأ انجيل متن صاحب ثاني وعلى الساعة عشر مكتوب في يوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشهرها أراد تخليتها سرا منها بنشوف الغيرة لكن ايضا الاستقامة في حياته بعدين نقرأ من انجيل متن همين اصحاح الثاني والعدد 24 فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته إذن هو يسمع ويطيع نطلع أيضا نقرأ من انجيل متن اصحاح الثاني همين عدد 13 وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم واخذ الصبي وأمه وأهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيروديس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه منشوفه فعلا شخص رجل صاحب مسؤولية أيضا نقرأ عنه في الكتاب المقدس أنه هو كان نجار هو كان كادح وكان دقيق دقيق بعمله وكان بيشتغل بعدين هو الأب القلق الأب المحتم نقرأ بالمتة صاحب الثاني والعدد 22 ولكن لما سمع أن أرخي لاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيروديس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك إذ أوحي إليه في الحلم انصرف إلى نواحي الجليل فبنشوف يوسف أنه هو الأب القلق هو الأب العامل هو أب اللي كان مهتم بكل تفاصيل وصاحب مسؤولية في بيته وفي مكانه يسمع ويطيع هو كان عنده الغيرة لكن كان أيضا عنده الاستقامة والنقاوة أعتقد كرجال محتاجين نتعلم الكثير من هذا الشخص المبارك كل عاموا أنتم بخير والربي بارك حياتكم موسيقى 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 موسيقى